اليوم المغرب يتوفر على أكثر من 148 سد يتنوع ما بين سدود كبرى و سدود صغرى لكن اليوم التوجه المملكة سنحو إنشاء أكبر من السدود الصغرى لما تحتوي هذه السدود من أهمية استراتيجية تتمثل في حماية من الفيضانات خصوصاً لتجمعات السكانية التي تتواجد في الضفاف الأنهار وروافيد ديالهم أيضاً تطعيم الفرش المائية بمياه اللي كيكون المآل ديالها البحر أو الوسط الطبيعي وأيضاً زيادة في الإمدادات الواردات المائية عوض أنك يتم هضرها في الوسط الطبيعي اللي هو البحر استعمال هذه الإمدادات المائية في سقي أو في الماء الصالح للشرب أيضاً هذه السدود الصغرى تكلفة للإنشاء أو تشييد هذه السدود ما كيتطلبش ميزانية كبرى في هذه السدود الكبرى وحتى المساحة وأيضاً في صيانتها وفي إزالة الترصبات والأوحال كيكون الأمر سهل لأن في السدود الكبرى عندما يتجاوز عمر ديال السدود 25 سنة تصبح السدود قديمة وكيوجب الصيانة ديالها بآليات اللي كتكون جد مكلفة اللي كتكون جد مكلفة